صناعة المحتوى أصبحت مجال ضخم ومهم بعالمنا العربي والشباب العربي دائماً بيسعى للتطوير والخروج عن المألوف وإفادة المتابعين والمشاهدين والمستمعين والبودكاست أو المدونات الصوتية إلى حصتها وعالمة خاص وتقنيتها وجمهورة مع كثرة الترند والأفكار بتكبر المسؤولية للإزدهار وابتكار أنماط جديدة وتجارب أقرب للمستمعين من هون ضيفنا باسل عنبتاوي انطلق لتقديم محتوى سردي سماعي بيلهم المستمعين وبيحرص على تناول مواضيع مش مهمة بس بالغة الأهمية بحسب ما بقول خلونا نتابع معنا من دبي صانع المحتوى الصوتي باسل عن تباوي أهلاً وسهلاً فيك باسل معنا بداية كيف تحرص أن تكون المواضيع اللي بتتناولها بالغة الأهمية مثل ما تقول مش بس مهمة إحنا يعني بحب بحب نشتغل مع ناس يعني حريصين على مواضيعهم بحبوا عندهم خبرة بالموضوع تبعهم بيكونوا جاهزين أو عندهم خبرة بهذا الموضوع فنحاول نلاقي المحتوى اللي هو أكتر شي بهم للشباب اللي عندنا للشباب العربي نحاول نلاقي مواضيع مش كثير مغطية بالعالم العربي فلما نلاقي هاي المواضيع وهاي الحوارات نحاول نحطها بطريقة سردية عشان تكون الناس أوش تنبسط فيها وتطلع منها value معين ويكون محتوى يعني زي ما تقولي فيه مش بس مش بس أهمية بس كمان فيه روح الترفيه للناس طيب واليوم بس نعرف كتير أنه المدونات الصوتية وكل ما هو بس صوت بيكون أصعب من المرأة لأنه بس بيعتمد على السمع كيف بتعمل على إيصال الرسائل هل عندك شي تقنية معينة أو بتعتمد على طريقة معينة ليكون الموضوع أو ليكون المستمع مهتم أنه يكفي مش مهم بس يبلش يسمع المهم أنه يكفي للآخر احنا يعني فيه طبعا يعني زي ما تقولي فيه تطبيقات كتير موجودة الأول وأكبرهم هي ابل بودكاست هم يعني هذا التطبيق أبل بودكاست فيه أكبر جمهور للناس بسمع بودكاست مش بس بالوطن العربي بس بالعالم بالعالم كله فإحنا يعني منحاول نعمل المحتوى اللي منقدر نعمله محتوى إله أهمية إله ترفيه إله سوء إله جمهور ومنحط هذا المحتوى على أبل بودكاست فمنشوف مثلا على التطبيق هذا شوف فيه مواضيع ناقصة شوف فيه مواضيع جديدة شوف فيه مواضيع الناس داخلي فيها ومننزل على على هذا التطبيق طبعا فيه بيكون أكيد فيه تقنيات محددة مثلا مايكروفونز صح هيدفونز صح زي ما تشوفي أنا أعد بستوديو مثلا يكون الستوديو إله تريتمنت معين إنه ما يكون فيه أصوات داخلي من بره عليه كذا عشان اللي بيسمع يكون مبسوط وهو اللي بسمع فيه وطبعا البودكاست أو الشخص اللي بسمع بودكاست مختلف عن الشخص اللي بتفرج على فيديو مثلا اللي بسمع بودكاست بيكون مثلا طالع أو طالع تركض بيعمل أكسرسايز أو مثلا بيعمل شغلات في البيت أو بسوقه راحين على المكتب يعني بيكون قاصد أصدق إنه بده يسمع وحاطط حاله بهيدا المودة والجو إنه بده يكفي بس إذا بدي أحكي أكتر بدي أسألك بس على الشباب العربي كيف عم يتفاعل مع البودكاست بشكل عام فيه تفاعل كتير كتير قوي وعم نشوف هاي الشغلة سنة عن سنة عم تكتر يعني آخر إحصائية كانت أكتر من سبع مليون بالإمارات وبالسعودية بيسمعوا بودكاست فهي يعني هذا رقم رقم كبير لأنه إذا حدا حكى لك كلمة بودكاست من أكتر من سنتين أو ثلاثة بجوز الناس ما تعرف شو البودكاست بس اليوم فيه كتير شركات بودكاست بلشت تطلع بالمنطقة فيه كتير مدونين بودكاست عم بيطلعوا اندبندنت عم بيطلعوا هلا عم بعملوا بودكاست فعم نشوف هذا يعني هاي الإحصائية كبيرة كمان عملنا إحنا ستدي بالسعودية نشوف قد ناس عم تسمع بودكاست ويعني لما سألنا أكتر من ألف مستمع للبودكاست عم بيقولوا أكتر من سبعين بالمئة منهم عم بيقولوا سمعوا أكتر بودكاست بسنة 2021 إذا قررناها بـ 2022 فعم بتشوفي هاي الـ النمو عم تعالى النمو تبع البودكاست عم بيصير سنة عن سنة طبعا فيه بشهر رمضان مثلا كتير الناس بتبلشت تسمع بودكاست أكتر نحن طلعنا على 2021 رمضان وقررناها بـ 2020 شفنا أتليست مية بالمية نمو عن السنة اللي قابليها وهذا إشي طبعا كتير كبير والنمو هذا كتير سريع اللي عم بيصير نعم فإحنا يعني كصناع محتوى بودكاست عم نحط كل كل الفوكس تبعنا كل الأفر تبعنا أن نكبر بودكاست أو نكبر محتوى جديد لمستمع عربي جديد جود لك باسل وشكرا على وجودك معنا من دبي صانع المحتوى الصوتي باسل عن تاوي شكرا لوجودك معنا